السلام عليكم ومنذكر ان ان شاء الله خلال الايام اللي جاي رح ننزل شرح نوضح فيك كيف ممكن نركب روم ونظام كامل للاجهزة او الهواتف الصينية وطبعا شغل المهم انه كل الاجهزة الصينية فيها شاشتين لريكوفري مود واحدة باللغة الصينية واحدة باللغة الانجليزية طبعا اذا ضغطنا على زر الباور وزر خفض الصوت رح ندخل على الريكوفري مود الخاصة في اللغة الصينية اللي رح ندخل عليها الان وابرجيكو الخيارات اللي موجوده كيف ممكن تعمل فورمات للجهاز من خلال هاي الشاشة واذا ضغطنا على الباور وزر رفع الصوت رح ندخل على ريكوفري مود شاشة ثانية رح نجيها كمان شوي خلينا ندخل على اللغة الصينية نضغط على زر الباور وزر خفض الصوت طبعا تضغط عليهم تقريبا يعني ثلاث اربع ثواني زي ما انت شايف مباشرة رح يفتح لك خيارات طبعا كلها باللغة الصينية خلينا اقرب لكم الصورة شوي هذه هي الخيارات طبعا اذا انت حاب تعمل فورمات رح تروح على الخيار الثالث من تحت اللي مكتوب عنده اي ام ام سي طبعا هذا الخيار دكتينت به انه هو عبارة عن حذف الكاش وفورمات مع بعض وكمان ما رح يعطيك رسالة تأكيد انك حاب تعمل فورمات ولا لعب بمعنى اذا ضغطنا على زر الباور رح يعمل فورمات بشكل سريع خلينا نروح على الطريقة الثانية اللي هي ندخل على شاشة الريكوفري مود اللي هي باللغة الانجليزية للاجهزة طبعا رح نضغط على زر الباور وزر رفع الصوت نضغط عليهم مع بعض يعني ثلاث اربع ثواني طبعا رح يعطيك شاشة ثانية فيها اه خيارين او ثلاث خيارات اول واحد اللي هو الريكوفري وهو الخيار اللي بهمنا طبعا المشكلة انه الخيارات يعني اه مكتوبة بخط صغير بشكل كبير زي ما انت شايف بعد ما قربنا الصورة طبعا هون في عندك زر رفع الصوت وزر خفض الصوت زر رفع الصوت بتستخدمه علشان تختار الخيار اللي انت بدك يا زي ما انت شايف عن طريق زر رفع الصوت والخيار اللي انت حاب تختاره تضغط على زر خفض الصوت هو عبارة عن خيار الاوكي يعني مش زر الباور رح نختار خيار الريكوفري ونضغط على زر خفض الصوت مباشرة الجهاز رح يدخل على شاشة الريكوفري مودل اللي احنا بنعرفها وخاصة في اجهزة الاندرويد طبعا اذا كنت حاب تهذف الكاش مباشرة بتنزل على الوايب كاش بارتشن وبتضغط على زر الباور وهيك بنكون حذفنا الكاش على الموبايل اذا كنت حاب تعمل فورمات بتروح على الخيار الوايب داتا فاكتوري ريسيت بعدين بنضغط على زر الباور وبعدين بتنزل لعندي الخيار ياس وبتضغط عليه لكن هندك تنتبه كمان انه بعد ما تضغط على ياس رح يعمل فورمات للموبايل بتمنى اذا استفدتم من الشرح ما تنسوا تدعمونا وتضغطونا على لايك اسفل الفيديو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك وربطها كمان موجود معك في الوصف في املنا